نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولى ورش العمل في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة وخلال ورشة العمل التي تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة استعرض مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات أسامة الجهري المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها وأهم الأليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخرجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة